طبعا أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم إخواني الكرام طبعا أخوكم سعيد من شمال قطاع غزة طبعا جماعة إخواننا في قطاع غزة أنت تعرفوا الحرب الدائرة حاليا وإش الموجود أنا من الشمال لشمال غزة بتعلم الناس كي بتعاني وإش اللي بتواجه بالزبط وأكيد كل العالم العربي حتى الأجنبي كمان في بعض الدول الأجنبية معانا واكفة فالكل حابب أنه يدعم اللي حابب يدعم بالمال اللي حابب أنه يدعم بالمساعدات اللي حابب أنه يدعم بالكلمة كل بني هذا معلح حسب قدرته طبعا الفكرة لعنا من الفيديو مش أنه أنت تيجي وتدعمني ماديا هذا الشيء بتعلق فيك أنت وحسب مقدرتك والله يا رب هيك أنا الله يزيدك والله يجعله يارب في مزان حسناتك لكن حنجت حرفيا فيه ناس محتاجة دعم أكتر مني كمان يمكن يعني أنا عايش في شكتي فيه ناس عايشة في خيام فيه ناس لا بتلاقي المراوح فيه ناس بولادة في المستشفيات فيه ناس الله أعلم كيف الوضع فأي حركة أنت بتعملها بتدعم إخوانا في قطاع غزة طبعا صديق العزيز أنت لا تدعم أهل غزة إن كان وضعك المادي سيء على الأقل أنه أنت تشترك في القنوات تبعيتهم تدعمهم يعني قناة يوتيوب بتلاقي أخط انشأت لها قناة يوتيوب على أساس أنه تاكل منها عايش فهي القناة لما تنشأها هتبدأ بمشترك واحد وإنت هتدعمه غيرك حيدعم فهيك بتطلع القناة وشوي شوي إن شاء الله بتتحسن وبتتربط في إعلانات جوجل أدسنز وبتصير الناس تتواصل معها واتس وبتبلش تستفيد طبعا فيه كتير وسائل الناس ممكن تستغلها لتستفيد فلوس من خلال قناة اليوتيوب أو من خلال شركة يوتيوب طبعا أنا حاليا الوسيلة الأساسية اللي بدأ أكلمك عنها وهي أهم شيء أنا هتكلم عنها حاليا بشكل نظري وإن شاء الله تعالى رح أسجل برضو فيديو مخصص لتفهم ليلة كامل لتدعم مثل هاي القنوات طبعا جماعة هالوقت لما القناة بتصير تحقق دخل يعني تتربط في جوجل أدسنز يعني تحقق ساعات المشاهدة 3000 ساعة والألف مشترك القناة بسرية ظرفية إعلانات اسمها إعلانات تابعة على جوجل أدسنز أي فيديو أنت بتدخله تأكد تماما موجود عليه إعلانات فإنت وظيفتك حتكون في الفيديو بسيطة جدا بمعنى أنا هالوقت إجيت ودخلت على قناة يوتيوب دخلت على فيديو من هالفيديوهات للناس والفيديو هذا أول ما دخلت عليه ظهر معي إعلان مش تابع للفيديو نفسه هو تابع لشركة إعلانية جوجل هي اللي بتحدد لك إياها وبتختارها طبعا الفكرة اللي بدأ أوصل لك هي أنت كيف تدعم هدول الناس من خلال الإعلانات كيف تخليهم يربحوا طبعا جماعة كل ما الشخص كان موجود في بلد أوروبي أو أمريكي أو كندي أو أمريكا الجنوبية أو حتى بعض الدول الخليجية ممكن يربح صاحب القناة لأنه هي الدول لأنه ذكرتها في الأغلب مربحة جدا طيب تمام أنا هالوقت إجيت ونزلت فيديو أربع دقايق مدته وبدو أنتو مثلا أقول لكم الفيديو اللي أنا حاليا جعب أسجل فيه أنت زائر إجيت ودخلت على قناتي على الفيديو اللي أنت شفته وبدأك تدفع عن معه إيش اللي لازم تعملوا طبعا لو أنت مزهرش معك الإعلام في بداية الفيديو يفضل تحضر الفيديو بشكل طبيعي لا تحضر الفيديو عشان أنت تستنع إعلان لا شاهد الفيديو بشكل طبيعي لكن قبل ما تشاهد الفيديو نصيحة مني حاول تهتم في بعض النقاط في جوالك عشان ما تقدر تستخدم الإعلانات أو تتفاعل معها تصل لقطاع غزة أرباح كويسة بمعنى الكلمة كيف يعني لو أنت من أوروبا أو من دول الخليج أو من أمريكا أو من أي أن كان أولا شغلة خلي الساعة تبعي جوالك صح 100% ما يكون فيها أي خلل لو إجي دخلت على الضبط تبع الهاتف ومن الضبط على الإعدادات اللي بتتعلق في التوقيت التاريخ والزمن أنا ما أعتقد ومنها بتحدد التاريخ التلقائي على أساس أنه ميسر أي خلل في الوقت وبالفعل تحدد الموقع الجرافي إليك المكان اللي أنت موجود فيه يعني حتى لو الموقع الجرافي شغلته من جوالك برضو كمان يفضل الطقس عندك في الجوال لو أنت اهتمت فيه برضو بيكون ممتاز جدا هيك أنت أعطت لمسة أو هوية لجوالك أنه مثلا موجود في أوروبا أو موجود في دولة خالجية أو موجود في الولايات المتحدة طبعا هذه أول خطوة وهي أهم خطوة أنه جوالك يكون مرتبط في المكان اللي أنت موجود فيه ثاني خطوة أنه أنت تدخل على يوتيوب أو على متصفح جوجل كروم حاول تبحث عن كلمات غالية جدا زي كلمة لاو زي كلمة إنشورانس لاو معناها القانون كلمة إنشورانس بمعنى التأمين بزنس أدمنستريشن المجوهرات ولا نسيتش معناها بالزبط لكن في كتير كلمات إنجليزية الهجيمة عندنا حتى إحنا كعرب يعني أسعار الذهب مثلا كلمة ممتازة أسعار العملات فإنت لما بدك تبحث عن كلمات زي هذه الهجيمة وهي أساسا رائجة الناس أو المتصفح تبع جوجل كروم عندك هيعمل كوكيز اسمه كوكيز بتعلق في اهتماماتك بمعنى طلعت أنا مثلا دخلت على جوجل كروم كتبت أسعار مثلا الدهب لو أنا إجي دخلت على الفيس دليل على إنه جوالك متراكب كله في بعضه حتى لو نطقتها كمان صوت أسعار الدهب بدي الجوال كله حيسمع مش بس جوالك نفس التطبيقات الداخلية اللي فيها المسموح للميكرافون إنه يتصنط برضو كمان راح تسمع يعني لو دخلت على فيسبوك احتمال كبير إنك تلاقي إعلان عن فلوس أو عن دهب أو عن محل مجوهرات أو عنها التفاصيل هادي كذلك هذا كلام برضو بتطبق على يوتيوب لكن حاول تكون دقيق في البحث كتابي وصوت بتكون ممتاز بعد ما تهيغي الكوكيز وتبحث عن شغلات عالية زي ما قلت لك زي القانون زي الانشورم زي الذهب زي أي حاجة أنت بدك إياها بس تكون إلها قيمة يعني كلمة الغاز في جوجل أدسنز غالية جدا فإنت لما تيجي تبحث عن شغلات زي هادي وبعدين تدخل على القناة طبعا على افترات بترك تدخل على قناتي أنا حاول تكون حافظ اسم الفيديو أو جزء من اسم الفيديو يقوم مميز تمام مثلا مريوما بتسلم عليكم تمام سعيد من شمال غزة هاي عنوان بحسي هو اسم الفيديو مريوما بتسلم عليكم كذا 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 لكن أنا أخذت المقطع المهم هذا وإجيض ضفة جنبه كلمة سعيد من شمال غزة لهو اسم قناتي وضغطت انترا في جوجل أو في يوتيوب راح لايجي الفيديو التابعي الجديد لانت بدكية ظهر في اول علامة بحسية غريك كمان انه انت اعطت للفيديو قيمة لانه انت بحست من خلال كلمة بحسية مريوما بتسلم عليكم مثلا تمام؟ او سعيد من شمال غزة فصر في بحس على الاسم القناة بتجوى الطاجمية بعد ما تعمل الحركة هدي ادخل على الفيديو اول اعلان اوعى تدفع عن معه دايما احضر لك الدكتين ثلاث دقائق اربع دقائق من الفيديو بشكل بطيء بعدين اضغط على الاعلان حاول انه انت تدفع عن مع الاعلان صاحب لما تصم رحلته تمام؟ انت موجود في اي دولة ما تخاف الاعلان راح يظهر بنها على الدولة اللي انت موجود فيها على سبيل المثال انت موجود في السعودية تمام؟ بدك تستخدم رقم السعودي اثناء تفاعلك مع الاعلان لازم الكلام هذا كنت في امريكا لازم لما تضغط على الاعلان راح تلاقي تسجيل دخول او تسجيل اشتراك او او في الاغلب ما بطلب منك لا فيزا ولا مال وحتى كمان لو بطلب منك فيزا ومال حاول تلاقي وسيلة تانية لتتفاعل مع الاعلان اللي انت ضغط عليه وحاول تظلك موجود فيه لمدة الدكتين الدكتين ونص وانت بتتفاعل يعني اقول لك لو اجك اعلان مسلا طلب منك تشتري منتاج انا بقول كاش تشتري منتاج بقول لك خذ الايميل تبعك واطلع اشترك في الصفحة البردية تبعتهم انت هيك بتكون اشتركت في الاعلان وتفعلت فيه فيه طريقة لتتفاعل مع الاعلان بس الفكرة انه دماغك تشتري والفكرة كمان انه انت بالفعل بدك تساعد اهنة في قطع غزة طبعا جماعة اتمنى الناس بالفعل لتطبق الفكرة هاد لانه والله العظيم بيستفيدوا منها الكل هتجي واحد اقول لي حرام هاد الفكرة او حلال هاد الفكرة هقول لك يا صاحبي لا زنبي ولا زنبك احنا فضل الله اللي يعلم فيه اول شغلة تاني شغلة انا مش بده احلله بده احرم بس بده اقول لك انه ميزة شكرا لحالها احنا لما بنستخدمها يوتيوب بتسرق منها 30% غرض رائب الولايات المتحدة من 10 لعشرين في المية يعني لو اجينا 100 دولار على ميزة شكرا احتمالنا اخذها 60 احتمال 50 احتمال 40 حسب نوعية الدولة وحسب قديش بتاخد ضرائب فحاولوا تتفاعلوا مع الاعلانات لأهل قطاع غزة يا جماعة طبعا اتمنى انه تكونوا الصورة بوصلت والله يعطيكم الف الف عافية والتحياتي والسلام عليكم